أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم جل ما تعلمناه وما نقوله وما نفقه وما نتأوله حجة لنا لا علينا توقفنا فيما مضى عند قول الله سبحانه وتعالى في الآية السابعة الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين والإحسان هنا في كل شيء إحسان بعامة قال سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء وبدأ خلق الإنسان والمراد بالإحسان وأرجو أن نلتفت إلى ذلك هو جعل الشيء حسناً غير معيب والمراد بالحسن والإحسان أيضاً الإتقان لا يفهم البعض من هذا الإحسان أنه إنما هو الشيء الحسن الجميل فإن الإتقان من معاني الحسن بل أسها وأهمها والآية هنا جاءت خبر عن الإشارة في قوله ذلك ذلك عالم الغيب والشهادة ثم قال الذي أحسن كل شيء خلقه فهو أحسن كل شيء أحسن سبحانه وتعالى في حكمه ولذلك قال الله وتذرون أحسن الخالقين فسنع الله الذي أتقن كل شيء إذن معنى الإحسان هو الإتقان والإتمام طيب بعد ذلك بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الحسن في الخلق بعامة وفي الإنسان بخاصة قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ولاحظوا أن هنا قال جعل نسله من سلالة من ماء مهين وقلنا أن صورة السجدة تؤكد على مسألة الرد على أولئك الذين أنكروا العود أئذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد فالسورة جاءت لتؤكد صحة تنزيل الكتاب ولبدء الخلق وإعادته فذكرهم بأصل خلقهم قال سبحانه وتعالى ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ولم يفصل في ذلك كما فصل في سورة المؤمنون الله سبحانه وتعالى ناك في سورة المؤمن قال من سلالة من طين ثم جعل نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسوبنا العظام لحمة ثم انشغناه خلقا آخر يعني ذكر ست مراحل لكن هنا بيّن أو بيّن أن أصل هذا الإنسان الذي أحسن خلقه هو من سلالة من ماء مهين وأيضا يخطئ بعض المفسرون عندما يقولوا مهين يعني حقير المهين ليس المراد إنما ليس من قال أن حقيرة تفسير خاطئ يعني هذا الماء ليس حقيرا إنه مهين عندما وصف بالمهانة هنا أنه لا يلتفت إليه ولا يؤبه به ومع ذلك يكون سبب في خلق هذا الإنسان العجيب فهو يبدأ من خلقه إذن الخلق من الماء المهين كيف يكون هذا الإنسان من الماء الممتهن الذي لا يعبأ به ثم جاء هذا الخلق العجيب في أحسن صورة ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين ثم سواه ونفخ فيه من روحه سوى هذا الخلق وأحسنه وفي أحسن الصور ركبه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون طبعاً هو سواه ثم نفخ فيه والمراد من روحه يعني الإضافة هنا إضافة تكريم لهذا المخلوق الذي اختص بهذه النفخة من الله سبحانه وتعالى وقال وجعل لكم وجعل وهذا في إظهار المنة جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجاءها بها على حسب أهميتها وأكثر القرآن يبدأ بذكر السمع بل جله أو كله يبدأ بالسمع قبل البصر لأهمية السمع والامتنان هنا جاء بقوة الحواس أقوى من الامتنان بالقوة الباطنة لأن الانتفاع بالسمع والبصر والفؤاد متكرر أكثر فجاءت المنة وتذكير أولئك الذين ينكرون قدرة الله عز وجل على الإعادة بعد كما زعموا ضلالهم في الأرض أكد أكدتها لذكرهم بهذه النعم كيف أنهم خلقوا من ذاك الماء الممتهن الذي في نظرهم أنه لا قيمة له وكان هذا الإنسان ثم جعلهم السمع والأبصار ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله قليلاً ما تشكرون وفي أكثر وفي أكثر السور يأتي قوله قليلاً ما تشكرون إما أن المراد بالقلة هنا العدم أو على ظاهرها أنه فيه شكر لكنه غير غير كثير وإن كان جاء في صورة الأنعام صورة النعم ذكر الله عز وجل ذكرهم بالنعم فقال لعلكم تشكرون وفي الأكثر قال قليلاً ما تشكرون ثم هنا السر أيضاً في إنكارهم لذلك اليوم وقالوا أئذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون إن ظاهر من هذا الكلام شدة الاستبعات وقلت إن في هذه الصورة شدة على المشركين وبيان لشدة بقولتهم في قولهم افتراء القرآن وكذلك استبعادهم ليوم القيامة وإذا كأجلنا جاء في الآية الأخرى إذا كنا تراباً ولذلك ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقولي أفعين بالخلق الأول لكن المشكلة أنهم في لبس من خلق جديد وهنا في قولي سبحانه وتعالى استبعادهم ليوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم من نفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان إذن السر كما قال الله هنا بل هم بلقاء ربهم كافرون أنهم يريدون أن يفجروا والفاجر ما يريد أن يلتقي لله إذن سرهم ترى شبهتهم شبهتهم ليست الإنكار بقدر ما هي شبهة الشهوة أكثر من شبهة الشبهة اللي عندهم لأن الله قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم من نفس اللوامة ما يحسب الإنسان وأن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بل يريد الإنسان يعني الإنسان وأكثر ما جاء أيضاً للإنسان في الكافر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ولذلك إذا فجر فجر القيود يفجر أن تضع الحدود وسدود وقيود حلال وحرام لكنه يريد أن يفجرها وإذا فجر ويش يسوي يسأل أيان يوم القيامة حتى أيام ما قال وين أيان استبعات ولذلك بل هم بلقاء ربهم إذن لأنهم ما أحسنوا العمل ولذلك يسيئون اللقاء بالله سبحانه وتعالى إذن هذا ظاهر الكلام شدة الاستبعاد فقال الله أين هم من الخلق الأول وليست الإعادة بأعجب من بدء الخلق ولكن الباعثة على كفرهم إنكارهم لقاء الله سبحانه وتعالى ولاحظوا أن الله عز وجل في الآية العاشرة هذه وقالوا أيضا ظللنا في الأرض أئنا يعني ظللنا يعني ذهب ظلت أجسادنا وذهبت أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء رد عليهم جواب لقولهم أيضا ظللنا قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يتوفاكم ملك الموت وجاءت في آيات الملائكة مرة ولذلك ولو ترى إذا يتوفى الذين كفروا الملائكة يضرمون فالملائكة جاءت ملائكة وجاء ملك الموت يعني الملك هو الذي يبلغ أيضا الأمر يأتي ثم يبلغ الملائكة وإن كان طبعا في تزمية إزرائيل هذه لم تصح هي من الإسرائيليات لم يصح في ذلك حديث لكن أصبح دارجا وهذه من الإسرائيليات تسمية ملك الموت لكنه نقول اسمه ملك الموت ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم هذا تأكيد أن ملك موكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولذلك عندما يرجعون ماذا يحدث ماذا يحدث ولو ترى ها ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا سجل عليهم الإجرام ولو ترى طيب الجواب هنا محذوف جواب لو ولو وين الجواب يعني كعن تقديره ولو ترى أيها الرائي لو ترى أيها الرائي لرأيت أمرا عظيما ولو ترى إذ المجرمون جاء بالفعل هنا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم يعني حذف هنا الجواب وصورهم بهذا التصوير ووصفهم بهذا الوصف المنبئ عن شدة وعظم جرمهم وقلت أن الصورة فيها شدة لأن فيه شدة إنكار وفيه شدة رد عقاب عليهم إذن جاء وصفهم لمن أنكر الساعة بالإجرام طيب قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم والناكس هنا هو من يجعل الرأس إلى أسفل ينكس هذا الرأس ولذلك قال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافل إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم مقنعين هذه الرؤوس مطاطئين ها ذلة ومهانة وناكسوا أين أين هذا التنكيس للرؤوس أعز شيء عند الإنسان ينكس رأسه ذلة عند ربهم ماذا يقولون نكسوا الرؤوس وطاطئوا راحة الكبرياء وذهبت العزة والإنكار وماذا يقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هنا أبصرنا ما أبصرهم الآن وما أسمعهم بس ما ينفع هذا البصر وهذا السمع أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا يعني إنا موقنون الآن رأينا بصرك اليوم حديد أصبح ينظر ويعاين فقال الله عز وجل في وصفهم هذا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل نعمل صالحا فقال الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين والله عز وجل لو شاء كما في الآية لآتى كل نفس تقواها الله عز وجل خلق الخير والشر وهدان النجدين لكن حق القول لاحظوا قول مني أيضا حق القول الآيات الأخرى قد تقول حق القول لكن هنا مني أيضا لشدة تخويف هؤلاء حق القول مني أي قول حق عندما قال إبليس فقال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأ جهنم من الجنة والناس فهذا هو القول الذي حق أن من تبع إبليس وحزب إبليس ستملأ منه جهنم قال الله عز وجل فذوقوا بما نسيتم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا الذوق هنا أيضا لاحظوا كما قلنا في السورة الشدة الذوق ها هذا جواب عن قولهم أبصرنا وسمعنا طيب أبصرنا وسمعنا قال فذوقوا فذوقوا بما نسيتم يعني استخدام الذوق للإحساس للإحساس بالكدر وإن كان وإن كان الذوق في القرآن جاء في أمر الخير والشر وإن كان في أمر الشر أكثر بكثير أكثر بكثير ورود الذوق في أمر الشر إذن الذوق هنا مستعار للإحساس بالكدر شبه بذوق الطعم الكريه يعني كأنه أيضا حس فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيداكم طيب وثم عاد مرة أخرى وقال وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم في قوله تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء اللقاء هنا يعني الشيء اللي كنت ما تفكر كتلتقي به التقوا به ذاك اليوم فذوقوا بما نسيتم لقاء وسماه يومكم يعني كأن اليوم من باب التحكم بهم هذا هو اليوم الذي كنتم توعدون يومكم هذا هذا اليوم اللي كانت المشكلة فيه وعنه وإنكاركم له فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إذن أضاف اليوم لهم احتقارا لهم إنا نسيناكم يعني إنا نسيناكم وإخراج الكلام هنا نسيناكم في صيغة الماضي لإفادتي أن هذا قد تحقق الفعل كأنه مضى ووقع نسيناكم والنسيان الأول لإهمال والإضاعة في الآية والنسيان الثاني بيان حرمان الكرامة قال الله فذوقوا بما نسيتم لقاء إننا نسيناكم وذوقوا طيب التكرار ذوقوا عذاب الخلد ما سره ذوقوا عذاب الخلد ذوقوا ذوقوا هناك قد يخطر في بالهم إنه ذوق وينتهي الموضوع لا ذوقوا عذاب الخلد عذاب الذوق مستمر فيه وعياذا بالله والاستمرار في ذوقه والاستمرار في مدته مو بس يذوقوا بس يذوقوا يعني يتألم مرة مرتين وخلاص لا فذوقوا ثم قال وذوقوا عذاب الخلد هنا جاء بعذاب الخلد مما يزيد الألم ألما أنه ليس ذوقا وليس عذابا مؤقتا بل عذاب خالد وترى يا أخوان مما يزيد النعيم الخلود ولذلك الآخرة ها الخلود فيها الآخرة خير وأبقى البقاء مهم ترى كثير من النعم مما ينغصها أنه ما فيها خلود تنغص النعم حتى النعم لنعيش لانا ولذلك الوجهاء والكبراء أفضل شيء تقول الله يطول عمرك عشان يستمتع الجنة عندها ما شاء الله عندها جنات وعندك فهو الآن تقول يطول عمرك حتى سستمتع بهذا ومما ينغص عليه أنها قصيرة ولذلك الخلد متعة أخرى يعني الآخرة ليست فقط خير الآخرة خير في كل شيء ليس في دنيانا مما في الآخرة إلا الأسماء بس ولا الخيرية ولذاك سنأتي فلا تعلم نفس ثم أخفي لهم من قرة يعني ثم أيضا البقاء والعجيب يا أخوان جاء الخلود في الجنة في ستة وعشرين موضعا وفي النار في ثلاثة عشر موضع يعني نصف العدد بالضبط وعند من رحمة الله عز وجل وأيضا جاء الخلود الأبدي في الجنة زيادة الأبد في أكثر من ثمان آيات وجاء معها ذلك هو الفوز العظيم لما يقال خالدين فيها ذلك هو الفوز وأي فوز ليس فوزا عاديا بل فوز عظيم بعد أن بيّن الله عز وجل تلك الشدة من أولئك الكفار والإنكار وشدة العذاب عليهم بيّن صنف آخر مستجيبين غاية الاستجابة فقال سبحانه إنما يؤمن بآياتنا ولاحظوا الحصر والقصر ولاحظوا المضارع في يؤمن ولاحظوا الامتثار السريع الحصر في إنما والمضارع يؤمن يعني كلما تُليت عليه الآيات إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها مجرد التذكير حصل الخرور حصلت الاستجابة السريعة هناك تكذيب شديد وهنا استجابة وهذه تسلية للدعاة للنبي عليه الصلاة والسلام وللدعاة من بعدي أن هناك أصناف في القمة وأصناف في القاع إنما يؤمن بآياتنا بعد أن ذكرت الآيات إلى السابقة شدة إنكار المشركين جاءت هذه الآية لتبين حال الممتثلين والمسارعين في أمر الله فجاءت الآية حاصرة وقاصرة ومشيرة أن هناك صنف من المستجيبين أشد استجابة في أشد حالات الاستجابة مجرد سماع آيات لا يتتلى يخرون بالأذقان والعجيب يا أخوان الخرور أيضاً بحثته فوجدت أن أكثر الخرور مع الأنبياء وجاءت مع هؤلاء الصلحاء اللي هم في أعلى درجات الصلاح ولا السجود يأتي في القرآن لكن الخرور في ذاك وقلت ضمير أيضاً في المضارع يؤمن لأن يتجدد عندهم الإيمان يؤمن كل ما عرضت آمن طبعاً طيب يؤمن هو مؤمن نعم يزدادوا إيماناً يا أيها الذين آمنوا آمنوا نعم ولذلك نقول اهدنا الصراط المستقيم ونحن مهتدين إذن كما أن الصورة فيها بيان شدة الكفار ففيها شدة استجابة الموحدين ثم قال سبحانه وتعالى إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون أيضاً التلازم بين التسبيح والتحميد وهذا أشير إليه يعني فقط ليتأمل فيه وهم لا يستكبرون أيضاً بيان تلك الحالة وحالهم تتضح من هذا الاستجابة بل وضح الله عز وجل حالهم غاية الإضاءة عندما قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وأريد أن أتأمل يا أخوان وإياكم في قوله تتجافى تتجافى أولاً مضارع يتكرر منهم ثم ما معنى التتجافى أنا أجفي الشيء أجفيه كأن يكون بيني وبينه شيء من الجفاء بالله أن يكون أحد يجفي فراشه مضجعه ما يجفي الفراش والمضجع إلا من تركه لما هو أعلى منه إذن التتجافى يعني هو كان بينه وبين الفراش أو المضجع شيء من عدم الارتياح لأن فيه راحة أخرى تتجافى ولهم مرة على طول حالة تتجافى جنوبهم عن المضاجع جنب كأنه الجنب يقول الجنب نم يقول الجنب قومة ما أنا مرتاح لهذا النوم أنا أبو أقوم تقوم لين أقوم أدعو ربي خوفاً وطمعاً تتجافى جنوبهم هذه صفات استجابة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم طيب ما دامهم استجيبين يعني ما عندهم غرور خوفاً وبدأوا بالخوف قبل الطمع يا أي خوف أنتم الآن حتى النوم ما علي أنتم ترتاحوا من النوم تحبون الليل وتحبون القيام وتركتهم المنام وتركتهم المضجع لكن حال عباد الله الذي في أعلى درجات الصلاح والخير هذه حالهم يدعون ربهم خوفاً وطمعاً والله عز وجل قال في وصف الأنبياء أيضاً يدعوننا رغباً ورهباً إذن سائرين على مسلك أنبياء الله يدعون خوف وطمع يعيش الإنسان بين الخوف وإن الرجاء ومثل الجناحين الطائر لا يغلب الرجاء فيصبح مرجع ولا يغلب الخوف فيصبح حروري لا يسير بينهما يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ولذلك في صورة المؤمنون أيضاً قال الله سبحانه وتعالى يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة يعني يقومون ما قاموا قالت عائشة يا رسول الله منهم؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يسرقون؟ أهم الذين يزنون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق هم الذين يصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم ولذلك قال الله عز وجل في وصفهم اقرأوا بقية الآيات تأخذ وصفهم؟ أولئك يسارعون في الخيرات مسارعة أحد يسبقهم ولا الشيء؟ وهم لها سابقون اللي يؤتون ما آتوا يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وإذن هؤلاء مع أنهم يتتجافى جنوبهم مغتروا ولذلك ولا تمن تستكثر ما ينبغي للإنسان أن يكثر على مهما قدمت مهما قمت من ما قمت صليت يبغي أن يكون هذه حالك تخاف وتدعو ربك خوفا وطمعا وجاءت طبعا يدعون ربهم تضرعا وخفية وخيفة كلها في صفات وحتى الخفية أيضا ترى الاختفاء في الدعاء نوع من الأدب الذي ينبغي أن نشيعه فيما بيننا يعني بعض الناس إذا جاء يدعو تجد أنه بصراخ وصياح ويسمعها القاسي والداني وبكاء يسمع عن الناس كلها يعني ليس هذا يقول أقرأ لكم ما ذكره الحسن يقول لقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر فيكونوا علانية ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء لاحظوا يجتهدون في الدعاء وأقول هذا بأخوان بناسبة أني أسمع برحام في رمضان يعني المبالغة في ذلك ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء فلا يسمع لهم صوتا إنه إلا الهمس بينهم وبين ربهم وذلك أن الله تعالى يقول أدعو ربكم تضرعا وخفيا خفيا وذكر عن عبد صالح ماذا قال عن هذا العبد الصالح نادى ربه نداءا خفيا خفيا بل العجيب أن الأحناف استدلوا بمسألة النداء الخفي استنبطوا منها فائدة إن آمين تخفى على أساس يعني كم استنباط بس جعلوها دليل قال إذن عرفنا بعد التجافي أيضا تتجافى وقلنا عن التجافي يعني تركوا الرغبة شهوة نفسية وتركوا الشهوة المالية ومما رزقناهم يعني قدموا راحة للجسد وقدموا المال إذن يدعون ربهم خوف وطمع ومما رزقناهم ولذلك الجزاء يخرون سجدا تتجافى الجنوب يدعون خوف وطمع ومن الرزق ينفقون الجزاء فلا تعلم نفس أخفوا فأخفى الله لهم كانوا بمثل هذه المثابة في الإخفاء فأخفى الله عز وجل ما تعلم طيب هنا قد يقول قال فلا تعلم نفس يعني نحن لا نعلم يعني لا نعلم الجنة لا نعلم ما في الجنة المدرك إدراء الإدراك الحقيقي يعني حتى أقرب لكم المسألة بعض الأحيان يقول لك أريد أن أريك مكان ما يخطر على بالك يعني كأنك يقول لك يعني أريد أريك شيء ما يمكن أن تتخيل ما تستطيع وفعلا حتى في أشياء الدنيا الآن لو واحد مدح لك مكان وقال فيه كذا وفيه كذا وجئت من الخضرة وجدتك سبحان الله أنا انقدح خيالي لما لما مدح لهذا المكان انقدح خيالي لأمور في دهني صورت المكان قبل أن أتي له لكن لما جئت وجدته غير ما تصورته سواء طبعا بالزيادة أو بالمقاربة أو بالنقص الخيال يذهب لكن خيال في الجنة هل ستتخيل أنهار من عسل من خمر من لبن أرض من زعفران الشارل من زبرجد تتخيل هذه الأشياء ولو تخيلت كيف تكون هالخيال ما في الدنيا وما في الدنيا مما في إلا الأسماء ولذلك خالص فلا تعلم نفس ما أخفي يعني لأن يا أخوان مدركات العقول تنتهي بما تشاهده أنا أقول لك مسجد لعشرين عمود تتخيل هذا المسجد لكن لو أقول لك مسجد مساعة هذا المسجد عشرين مرة بدون أعمدة ما تتخيلها ما يدرك عقلك هذا الشيء فكيف بما عند الله عز وجل يعني أطيكم مثل بعض الحين لما يقولون مثلا الشجرة فيها رأينا بأي في بعض أفريقي أشجار أشجار يمكن يبقى في ظلها مئة شخص أشجار فاكهة يعني هل يتخيل إن عايشي في بلد ما هنا الشجرة أقصى ما تكون يصدر في ظلها أربعة خمسة عشرة لكن أن تكون بهذه المثابة وفيها ثمر هذا في الدنيا فما بالك فيه في الآخرة فلما يأتيك تتذكر مثل هذه الآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وقيل قرة أعين أيضا قر العين سكونها ولذلك ربنا هبلانا من أزواجنا قرة أعين وقري عينا فقر لماذا تقر العين إذا ابنك صالح ما عدت تلتفت لأولاد الثانين لكن لو ولدك فاسد كل ما شدت لك واعد صالح الله لو هذا ولدي الله لو هذا كذا ولذلك ندعو ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين فالعين تقر وإن كان قيل من القرار وهلبرودة لكن صحنا تقر العين ولا تمدن عينيك ولذلك المؤمن يقر تقر فهنا تقر أعينهم خلاص ما عاد يفكرون في الانتقال لا يبغون عنها حولا ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن بيّن جزائهم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا يعني إنكار المساواة بين المؤمن والكافر أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا هل المراد بالفاسق هنا يعني لعل هنا سياق الآية يدل على أن المراد بالفاسق هنا الذي ابتعد قليلا ولا كثيرا ما هو الدليل المقارنة بينه وبين المؤمن أليس كذلك أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا هذه القرينة أن هذا المراد به ها لا لا هنا أقل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسق الكفر يعني أشد ألواع الفسق لأن الفسق يعني يأتي في القرآن كثيرا لكن الأكثر أن يطلق على المعنى العظيم وإن كان الفسق يكون بالشيء القليل والشيء الكثير لكن هنا المراد به الكفر واضح وإلا الفسق يعني يكون ينصرف بمعانيه الشرعية أنه من التزم بالحكم ثم خرج عنه وتركه فهذا يقال له فاسق ثم قال سبحانه وتعالى أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى يعني هنا بدأ بالمقارنة بين عموم المؤمنين وعموم الفاسقين فقال فلهم جنات المأوى قلنا الجنات كما قلت قبل قليل كابن عباس قال وغير من الفسرين أيضا أنها سبع جاءت في القرآن يعني الفردوس وعدن والنعيم ودار الخلد والمأوى وعليين ودار السلام وإن كان لعلاها الفردوس لأن الفردوس الأعلى وكما في الحديث لما جاءت أم الربيع فقال لما سشهد ابنها في بدر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل هو في الجنة فقال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه في أعلى المراتب وفي الفردوس أصاب الفردوس الأعلى وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا النزل هذا المأوى جنات المأوى هذا النوع من النوع الجنات نزلا يعني ليست مأوى فقط بل ونزل دائم والمأوى والمأوى جنة المأوى كما قال بعض المرسلين يعني قال بعضهم منها المراد بها قريب من جنة المأوى على يمين العرش تأوي إليها أرواح الشهداء وأما الذين فسقوا فمأواهم النار أيضا هذا يدلك ويؤكد إن مأواهم النار إن الفاسقين هنا المراد بهم من الكفار وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون إذن الفسق هو الفسق كما قلنا إنه أعم من الكفر لأن الفسق يقع بالقليل وبالكثير والفاسق هنا من ليس بمؤمن بقرينة ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون قال الله عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها قال الله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ثم قال سبحانه وتعالى ولن يقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر أي عذاب أدنى يعني في عذابين لهم المراد الصحيحين في الدنيا بقرينة لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون العذاب الأدنى إذن العذاب القريب في زمنه القليل بالنسبة لغيره العذاب الأدنى هو أدنى زمانا وأدنى كما وبقرينة لعلهم يرجعون إذن هناك عذاب في الدنيا وقد جاءهم عذاب يوم بدر جاءهم عذاب يوم بدر لعلهم يرجعون وفعلا رجع من رجع أولا ما رجعوا رجع منهم من رجع ولاحظوا في أول الصورة قلنا لعلهم يهتدون هنا بناسب لعلهم مدام في عذاب وأدنى لعلهم يرجعون فالختام واضح بناسبة إذن تحصل إما الرجوع أو الهداية أو الاتقاء وإن ذكرت لكم أن الغايات في الهدايات كثيرات لعلهم بالنسبة لعلهم جاءت فيها ست ستة عشر غاية لعلهم يتقون يحذرون يرجعون وللمؤمنين ثمان غايات على كل يعني حتى ما يسعبنا الوقت لذكرها بس أنا حببت أني أذكر الغايات لأجل أن لا نتوقف لأن ربما هذا المدعو يرجع ربما يهتدي ربما يتذكر وقلنا التذكر أكثر الشي فإن يعني سواء في لعلهم أو لعلكم جاء أكثر الآيات فيه بسألة التذكر وجاء بعدها هذا في التذكر جاء جاءت في ثمنتعشر آية وغير أهل الإيمان في 11 آية 18 عموما و11 لغير أهل الإيمان وكذلك الشكر بعدها لعلهم يشكرون وأغالبها مع غير المؤمنين طيب قال سبحانه وتعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا من أظلم من أظلم هناك ظالم وأظلم انتبهوا لأن الله عز وجل قال قوم نوح ماذا هم هم أظلم كانوا أظلموا أطغى بعد يعني هناك أقوام ولذلك شبح الله ما آمن مع نوح لقليل ما آمن مع غيره فهم فهم الأظلم وهم الأطغى نعم وذاك انتبهوا لا تفرقوا يعني لا تخلطون بين الظالم والأظلم نعم إذن الظلم دركات ظالم وأظلم وطاغي وأطغى أيضا وجاءت الأظلم في القرآن في عدد من المواضع جلها في بياني أن الأظلم الأظلم جاءت مثل ما قلنا في الظلال البعيد بعيد وفي مبين البعيد اللي يصد يكفر ويصد جمع بين الخستين وكذلك أيضا بالنسبة للأظلم هو من كذب وصدف هذا أيضا يكون هو الأظلم لأن الذي كذب ظالم كذب وصد أظلم ولذلك ترى الكفار والمعاندين درجات طيب هذا يرشدنا إلى أن هناك ظالم وأظلم سواء كان لنفسه أو أو لغيره حتى مثلا من لا يصلي ظالم ومن لم يصلي ومنع الناس من الصلاة أظلم ولذلك قال ومن قال الله عزيزي ومن أظلم ممن من ما سأجد الله كما قلت وهذه الصورة لأنها من أشد الصورة على الكفار والمشركين قال الله عزيزي ومن أظلم جعل هذه الصورة جعلهم من الأظلم وليس من الظالمين ثم أعرض عنها إنا من المجرمين ومن أظلم من من ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ذكر الله على دلالة يعني على كثرة التذكير بهؤلاء وأنهم مع التذكير يعرضون ويدل على تكبر بصيغة أهل الإيمان ثم أعرض عنها يعني ذكر فكانت تذكير العراض بعد التذكير ولذلك جاء بيان انتقام الله عز وجل منه لعلنا نواصل فيما يستقبل وبالله توفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر